موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم إخوتي الكرام في هذا اللقاء المتجدد من فقه الصيام ما زلنا نواصل حديثنا عن مفسدات الصيام ومفطراته ومن الأمور التي يفسد بها الصيام عند جمع من أهل العلم الحجامة وما في معنى الحجامة كالتبرع بالدم أو الفصد أو الشق كما سيأتي واستدلوا على ذلك على إفساد الصيام بالحجامة وما في معناها بحديث أفتر الحاجم والمحجوم والحديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي وغيرهم وهذا القول أعني القول بإفساد الصيام بالحجامة قال به جمع من الصحابة أيضا فهو المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وغيرهم من الصحابة بينما رأى أكثر أهل العلم أن الحجامة لا تفطر الصائم وأنها لا تأثير لها على الصيام وقالوا إن الحديث المذكور السابق أفطر الحاجم والمحجوم بعضهم قال هو منسوخ بما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وقالوا كان هذا في عام حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة وأزكى السلام وحديث أفطر الحاجم والمحجوم قالوا كان متقدما على ذلك وكان في العام الفتح سنة ثماني من الهجرة والقول بأن الحجامة لا تفطر صائم ولا يفسد بها الصيام هو قول جمع من الصحابة أيضا منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه وأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وغيرهم من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال حديث وهذا القول هو الذي أخذ به ألا إما الثلاثة مالك والشافع وأبو حنيفة وبعض العلماء قال الحديث أفضل الحاجم والمحجوم ليس المقصود به أنه يفسد صيامه بذلك وإن من المقصود به أن الحاجم والمحجوم يعرض نفسه لإفساد صومه ومثل الحجامة أيضا أيها الأحبة في هذا الحكم الفصد وهو قطع العرق وكذلك الشق وهو شق العرق بالطول ويدخل في ذلك أيضا التبرع بالدم فهذه مثل الحجامة فإذا قيل إن الحجامة تفطر الصائم فإن التبرع بالدم والفصد والشق يفسد بها الصيام أيضا ويلزم بها القضاء وإذا قيل إن الحجامة لا يفسد بها الصيام ولا تأثير لها على الصيام كما هو القول عام أكثر أهل العلم فإن التبرع بالدم والفصد والشق لا تأثير له على الصيام ولا يفسد به الصيام ولا شك أن الأحوط للإنسان للصائم والأبرأ لذمته والأحفظ لصيامه أن يجتنب الحجامة ويجتنب التبرع بالدم أثناء النهار ما لم يضطر إلى ذلك إذا كان بإمكانه أن يجتنب الحجابة أثناء النهار وكان بإمكانه أن يجتنب التبرع بالدم أثناء النهار فإن الأحوط له والأحفظ لصيامه أن لا يحتجم ولا يتبرع بالدم أثناء النهار خروج من الخلاف والخروج من الخلاف في الجملة مستحب يستحب للإنسان أن يخرج من خلاف الفقه إذا قال بعض الفقه هذا يفطر وهذا لا يفطر فلا شك أن الأحوط أن الإنسان لا يرتكب هذا وإذا قال الفقه هذا بعضهم يقول هذا حرام وبعضهم هذا مباح أو مكروه شك أن الأحوط للإنسان والأبرأ لذمته أن يجتنب ما فيه خلاف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مربيا لنا في ذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لكن إن اضطر الإنسان إلى الحجامة أو إلى التبرع بالدم أثناء النهار فيرجى أنه لا حرج عليه والأفضل أن يقضي ذلك اليوم الذي تبرع فيه بالدم أو احتجم فيه يقضيه احتياطا للعبادة ومما يعتبر أيضا مفسدا للصيام عند جمع من أهل العلم إيصال شيء إلى الجوف من أي منفذ كان ويدخل تحته أشياء مثل التقطير في الأذن والتقطير في العين والتقطير في الأنف وهو ما يسميه الفقهاء بالسعوط والمقصود به الدواء الذي يوضع في الأنف كقطرة الأنف ونحوها فهذه إذا لم يجد طعمها في حلقه فإنه لا يفطر بها الصائم وإذا وجد طعمها في الحلق فإنه يفسد بها الصيام لا سيما التقطير في الأنف لأنه منفذ معتبر للجوف ولهذا جاء في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وارضاه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يعني عند الوضوء فلولا أن لدخول شيء عن طريق الأنف تأثير على الصيام لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق وهو صائم واعتبار التقطير في الأنف يفسد به الصيام إذا وصل إلى الحلق هو قول المدارس الفقهية الأربعة وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء ويرى بعض الفقهاء أن مجرد وصول الطعام أو الطعم إلى الحلق لا يعتبر مفطرا وإنما إذا ابتلعه وهذا ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي لا تعتبر من المفطرات قطرة العين أو قطرة الأذن أو غسول الفم أو قطرة الأنف أو بخاخ الأنف إذا اجتنب الصائم ابتلاع ما نفذ إلى الحلق من ذلك فينبغي كما ذكرنا للصائم أن يجتنب استعمال هذه الأشياء أثناء النهار ما لم يضطر إلى شيء من ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه نستودعكم الله وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر